مستشار السوداني يقول بأن سلم الرواتب الجديد مستقل عن الموازنة ويدعم الموظفين والمتاقعدين أكد المستشار المالي والاقتصادي مظهر محمد صالح اليوم الثلاثاء أن الحكومة الحالية جادة بدعم مستوى معيشة الطبقات الفقيرة وقال صالح أن البرنامج الحكومي الحالي يعمل على دعم مستوى معيشة للطبقات الفقيرة أو الفئات المحدودة للدخل سواء من الموظفين أو المتاقعدين ولهذا تعدي سلم الرواتب يعد أحد أهم المبادئ الاجتماعية وبيان أن تشريح سلم الرواتب الجديد سيكون قانونا مستقلا خارج قانون الموازنة لكونه ينتهي بنهاية سنة الموازنة وهناك جدية حقيقية من الحكومة لدعم الطبقات الفقيرة أو الفئات المحدودة للدخل من الموظفين والمتاقعدين عبر التعديل الجديد المرتقب وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت الجبع الماضية أن سلم الرواتب الجديد ما زال قيد النقاش لدى الحكومة نافية إكمال مناقشته أو إرساله إلى البرلمان وبيان رئيس اللجنة عطوان العطواني أن أغلب الموظفين ينتظرون هذا السلم وسيساهم في توحيد الرواتب ويرتقب نحو أربعة ملايين موظف العراق إكمال سلم الرواتب الجديد والذي من المفترض أن يؤدي إلى تقليل الفوارق في مستوى الرواتب بين وزارة وأخرى ورفع الراتب الأسمي إلا أن التعديل قد يطال المخصصات بعض الوزارات